صناعة التنور الطيني في الرقة من المعالم التراثية المهمة التي ما زالت صامدة في وجه الحداثة حيث تعتبر صناعته من الصناعات الشعبية التي يقوم بالحرفيون في الرقة بعد أن أدخلوا عليها بعض اللمسات الإبداعية ما يجعله صامدا لسنوات عديدة نرحب فريق عمل الإخبارية السورية أهلا وسهلا زارنا بمحلنا هنا ونشكر جزيل الشكر جاي حشي نحشي عنا التنانير من شان موضوع التنانير التنانير يعني حرفة متوارثينها عن الآباء والأجداد نستخدمها نخبز عليها طبعا التنور معروف في ظل هذه الظروف أحيانا ما بيخبز أحيانا نقطع الحبز قليل المهم وفي ناس تستخدمها يعني حتى ويخبز يعني لا زال تستخدمها الناس من شان صناعة التنور التنور مبدئيا أن التراب التربة نخل غربلة وتخمير التراب وتجهيزه للشغل والشغل يجي تدريج مراحل مرحلة مرحلة ما يجهز التنور له طبعا وقت حتى تنشف الطينة ويجهز هذا بالنسبة للموضوع تصنيع التنور ولا زال يعني الناس تستخدموا بحاجة له طبعا التنور بحجم مصقر نستخدمه للطبخ طهي الطعام للطبخ نطبخ علي الأجل تنور بس حجم مصقر وبيه التنور الشبير للخبز هذا والمعجنات وما يشبه ذلك وتعتبر صناعة التنور من الحرف المتوارثة من الآباء والأجداد ولا يزال هناك من يعمل فيها حتى يومنا هذا رغم أنها متعبة وتحتاج إلى صبر فالعمل على قطعة واحدة يحتاج إلى أيام حيث يتم تحديد نوعية التراب ومن ثم تنقل أحجار الصغيرة والشوائب ويجمع التراب الجاهز وتخلط بالماء ويتم عجنها لساعات إلى أن تصبح سميكة ولينة ليصار بعد ذلك إلى صناعتها نحن لحد الآن نستعمل التنور والصاج والخبز أنه بأيام العطى الوقت نقطع من الخبز بس بدنا يعني نشتهي يعني والخبز من التراث من عادات أهلنا القدمة بإمكاننا نسوي مناقيش زعتار محمرة لحمة بعجينة يعني بإمكاننا كل شيء نطائع من العجين والخبز وشغل الأيد رغم كل الحداثة والتطور ما يزال أبناء الرقة يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وحرفهم التي تميزهم عن الآخرين عبد الحميد الشخير الإخبارية السورية ريف الرقة الشرقي المحرر